أطلق مركز الإعلام الأسري بالشارقة في المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة صباح اليوم الثلاثاء المبادرة الإعلامية والبرنامج التدريبي المكثف لحظة بلحظة والذي يهدف لتقديم التدريب الإعلامي بشكل يتوافق مع الحاجة المهنية الحالية من اكتساب المعارف والمهارات والقدرات مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير الثالي ومن ثم عفوا نعود لكم إن شاء الله من أجل تطوير مهارات العاملين في المجال الإعلامي والراغبين في دخول هذا المجال نظم مركز الإعلام الأسري في المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة المبادرة الإعلامية والبرنامج التدريبي المكثف لحظة بلحظة صباح اليوم في مقر المجلس هناك فنون متخصصة في مجال الإعلام الجانب الصحفي الإلكتروني كذلك الإعداد والتقديم جانب التصوير جانب حتى كذلك سكرتارية الإدارة الإعلامية أكثر من 16 من المسارات المتخصصة التي نحرص في المكتب الثقافي والإعلامي التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة على التواجد وحجز مساحة في مجال التدريب الإعلامي أتمنى إن شاء الله من خلال هذه المبادرة أن نكون موفقين ومسددين في عمل هذه المبادرة وكذلك قطف ثمار وأهداف مبادرة لحظة بلحظة مثل هذه الورشة تكون مقدمة لكيف ممكن أن أهما يدخلون في المجال المهني وكيف أن أهما ينخرطون في المجال المهني فتعطيهم صورة مصغرة كيف ممكن أن أهما لما يلتلحقون في الوظائف أن يكون عندهم الطريقة أو كيف ممكن أن أهما ينخرطون في هذا المجال وشو هي مثلا التحديات والصعوبات التي يواجهونها فكيف ممكن أن أهما يستمتعون في نفس هذه المجالات التي أهما كل توقع متسب يعني التحق في الورشة التي تكون متناسبة إلى ميولة وهذا سيكون يساعد في مجال وظيفة في المستقبل يتضمن البرنامج صناعة التدريب الإعلامي وفق ثلاثة أشكال متجانسة ومهمة للعاملين في العمل الوظيفي داخل المؤسسات الإعلامية ومنها الجانب النظري والعملي إضافة إلى مهمات وظيفية يتم تنفيذها داخل المركز مثل ما يقوم بها الموظف الرسمي أنا مسجة في سكرتارية إدارة الإدارة الإعلامية سجلت في هذا المجال لأني أوشي أحب الإعلام وحابة أعرف أكثر عن سكرتارية الإدارة الإعلامية وثقف نفسي وبعد إن شاء الله في المستقبل أن أكون أشتغل في هذا المجال دخلت هذه الدورة عشان أطور من مهاراتي ومنها اللي تعلمت عشان أني أثقف من نفسي وأزد من مهاراتي وقدراتي يأتي التدريب المهني الإعلامي في مجال الإعلام الأسري لينعكس إيجابا على صناعة قدرات بشرية إعلامية تتبنى أهمية رسالة الأسرة والعمل على زيادة تلاحمها من خلال العمل الفني والإعلامي وحول مبادرة لحظة بلحظة يسعدنا أن نرحب معنا بالأستاذة عيشة عثمان البلوشي المتحدث عن المكتب الثقافي والإعلامي بالملجس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة حياة شارلة أستاذة عيشة نورتين اليوم في برنامج أماسي يعني هذه المؤسسة الثقافية التي تسعى دائما لتوعية وتنمية أيضا الفكر الإنسان الاتجاهات الإيجابية في الأسرة بشكل عام أو بالتحديد من التحدث اليوم أود في البداية أستاذة عيشة يعني أوجه لكم كل التحية بما تقدمونه من جهود لدعم الأسرة في المقام الأول وأسرة الشارقة بالتحديد في كل مناطقها تحدث اليوم عن مركز الإعلام الأسري يمكن هذا المركز له حيثياته لديه أيضا أدوار مهمة ولديه يمكن مجال إعلامي هادف أو رسائل كذلك توصل لكل أسرة على حدة هنا في إيمات الشارقة نود في البداية أن نتعرف على هذا المركز المتمثل هنا في المكتب الثقافي والإعلامي في إيمات الشارقة والأهداف أيضا التي أقيمت من خلاله أول شيء أشكركم على استضافة اليوم والحديث عن مركز الثقافي والإعلامي وعن بالأخص مركز الإعلام الأسري مركز الإعلام الأسري يعمل على أن يصل إلى إعلام أسري متنوع فنيا وأيضا ثري بالقيمنا بجانب أن يكون مؤثر وفعال بجانب إيجابي وبشكل إيجابي في ذهن المتلقي وأيضا في سلوكه وأيضا يطمح المركز الإعلامي أن يقدم قيمنا الأسرية الأصيلة بطريقة تتناسب مع كافة أفراد الأسرة وعلى مستوى طبعا دولتنا في البداية وعلى مستوى دول الخليج والدول العربية مركز الإعلام الأسري جاء بأهداف كثيرة أو أسس الأهداف كثيرة أهم هذه الأهداف بصراحة هو إثراء الساحة بالدراسات الأدبية والبحوث الإعلامية المختصة خاصة في مجال الإعلام الأسري أو بالأسرة بشكل عام أو كل ما يتعلق بالأسرة وكل ذلك حتى يتمكن الباحث أو الإعلامي لمعرفة هذا الإختصاص نحن في بداية حديث عن مركز الإعلام الأسري لم نجد بصراحة ما يمكن أن نبني عليه هذا المركز هناك فقر شديد في هذا الجانب لذلك نطمح أن نرفض بهذا الجانب على المجتمع إن شاء الله كذلك نطمح أيضا أن نقوم بتأهيل الكوادر الإعلامية الموجودة في الساحة الآن لكن بطريقة تخدم الأسرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي بجانب ذلك أيضا نود أن نكون صلة وصل وأيضا أن نحقق الشراكة ما بين المنظمات الإعلامية الأسرية والمؤسسات الإعلامية الموجودة في الساحة الآن بجانب ذلك أيضا يهمنا جدا أن نتعرف على احتياجات الأسرة الإماراتية وأيضا أن نلبي هذه الاحتياجات بصنع قالب فني مرئي سمعي بصري منشورات يعني يقراها مؤثرة جدا في هذه الأسرة وفي سلوكيات أفراد الأسرة نحن نطمح اليوم بهذا المركز أن نصل إلى الجمهور وهو في منزلة سواء عن طريق السوشيال ميديا سواء عن طريق التلفاز سواء عن طريق قراءة للصحف أعتقد هذا واجبنا نحن كمكتب ثقافي الإعلامي تابع للمجلس الأعلى شؤون الأسرة خاصة المكتب الثقافي الإعلامي هو النافذة التي يطل بها المجلس الأعلى شؤون الأسرة على المجتمع لكن من الناحية الثقافية والإعلامية نعم صراحة كلام يمكن يختزل كل الخدمات تقدمها تقريبا هذا المجلس العريق واليوم تحدث عن مركز الإعلام الأسري هذا المركز المتخصص للأسرة يمكن ذكرتي أشياء معينة أو يمكن خدمات حتى التي تتماشى مع كل أسرة على حد هنا في إيمان الشارع لابد لهذا المركز أستاذ عايشي يمكن هناك أنشطة أيضا مبادرات قامت عليها أو قام عليها هذا المركز حتى يصل بالخدمات لكل أسرة هنا في إيمان الشارع خلنا نود تعرف على أبرز هذه الأنشطة والفعاليات التي قد نظمها أيضا هذا المركز أهم النشاطات والمبادرات كانت مبادرة منصة أجمل أسرة وهو برنامج إعلامي أسري مؤثر تم إطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي منصات الخاصة بالمكتب الثقافي والإعلامي نقدم من خلاله بعض المشاهد الدرامية بعض المنشورات كل ما يختص بالأسرة بطريقة مؤثرة جدا وإيجابية نعزز من خلالها أيضا بعض القيم التي الآن نحن بحاجة لها في خضم هذا التسارع الشديد الذي يعني اليوم نحن بعدين 2022 نحن واصلين مع بعد يعني واصلين للربع الثالث من السنة فهذا التسارع لابد أن نجد ما هو ممكن أن نستفيد منه لتثقيف أسرنا استخدام التكنولوجيا في إيصال رسائلنا بجانب ذلك مركز الإعلام الأسر يشرف على مجلة مرامي الإلكترونية الفصلية وهي مجلة أسرية حبت تكون هذه المجلة مجلة مختلفة تماما عن مثيلاتها في الساحة الإعلامية من خلال توجهها من خلال ما تقدمها من مواضيع ومعلومات كانت مجلة ورقية سنة من سنوات بالتوجيهات من سمو الشيخ جواهر تم التوجه إلى أن تكون جزء منها إلكترونية لكن عارف الظروف ليتنا في كورونا وتوقف المطبوعات بأمر من الدولة توجهنا إلى أن تكون هناك خطة بديلة سريعة بأن المجلة تصبح مجلة إلكترونية بشكل عام وأهم نقطة في نشاطات المركز الإعلامي هو التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية الموجودة في الساحة وهذه قد توصلنا إلى برنامج لحظة بلحظة الذي تم إطلاق اليوم جميل جدا يعني يمكن هذه الأهداف النبيلة وأيضا التنوع والتميز أيضا في هذه المبادرات والفعاليات كيف كان تفاعل أسر أستاذ عايشة مع هذه المنصات التي وجدت من أجل خدمتهم تقريبا بصراحة هناك تفاعل يعني خلنا نقول أفرحنا لأن كثير من المواد التي تم نشرها في مواقعنا تم تداولها بين الأسر الكثير من الأسر بدأت تستخدمها مثلا للأطفال في بعض المشاهد الدرامية هناك أيضا بعض القصص المصورة التي موجهة إلى مثلا الأسرة أو للأطفال هذه تم تداولها ما بين الأسر يعني من خلال استخدامنا نحن كموظفات يعني نتصنى من خلال أشخاص يعني يمكن ما نتوقع أنهم أساسا متابعين للسوشيال أو مطلعين على هذه النوعية من البرامج خلنا نقول أيضا بعض المؤسسات التعليمية يعني إحنا عدنا برنامج اسمه فصحة في منصة أجمل أسرة الذي يشرف عليه أيضا الذي يشرف عليه مركز الإعلام الأسري فصحة ويتحدث عن الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكن بطريقة أو جدابة وبسيطة جدا كثير من مدرسات اللغة العربية بدت تستخدمها في حصصة يعني هذا جدا يفرحنا أن نحن نثري أيضا الساحة التربوية بهذه النوعية من المنتجات الإعلامية يعني يمكن هذا التمييز وصلكم إلى مسؤولية أكبر وثقل كبير كذلك من كل من يتابعكم تحدث اليوم وصلنا إلى مبادرة لحظة بلحظة هذه المبادرة التي يعني بعد ما شاهدنا التقرير يمكن نودنا التعرف عليها أكثر على الهدف أيضا من خلالها نعم برنامج لحظة بلحظة هو برنامج تدريبي مكثف ليوم واحد مثل ما طلعته عليه في التقرير كثير من الأهداف أيضا توجهنا من خلالها لكن أهم الأهداف التي أردنا أن نحققها من خلال هذا البرنامج هو البصول إلى الكادر الإعلامي وتدريبة وتقديم ما يحتاج له من تدريب مهني وعلى أرض الواقع يمارس هذه التدريبات أو البرش أيضا كان يهمنا نحن أن نعطي فرصة للكوادر والموظفين الموجودين في المكتب الثقافي الإعلامي والمركز الإعلامي بشكل خاص أن نوظف هذه الإمكانيات في تقديم هذه الورش والدورات التدريبية أيضا يهمنا أن الموظفين أو العاملين في المكتب الثقافي الإعلامي أن يتبادل الخبارات من خلال هذه النوعية من الدورات مع الحضور وأيضا من ضمن الأهداف التي نطمح أن نحققها أن يكون أيضا هذا النوع من التدريب أيضا وسقل للموظف وتأهيله أن يصبح غدا قادر بطريقة عملية ومهنية أن يقدم مثل هذه الورش جميل إن شاء الله نعم أستاذ عاشي يمكن كذلك الأجندة هذه المبادرة كانت أيضا متميزة بطرحها أهم الورش التي قمتم بتنفيذها خلال هذه المبادرة يمكن حتى يكون فئة المستهدفين تكون أكبر ولاحظنا هذا شيء من خلال التقرير أيضا عدد المشاركين تقريبا في هذه الدورة من أهم الورش التي انطرحت هذه المرة ست ورش نعم اللي هي التصوير الفوتوغرافي التحرير الصحفي الإلكتروني تقديم وإعداد البرامجي أيضا هناك تغطيات للأحداث أو المناسبات على أرض الواقع السكرتاريات الإدارة الإعلامية وأيضا كان هناك الترويج الإعلامي والمؤسسي جميل يعني هذا التنوع يمكن أعطى كذلك فائدة لكل ما التحق في هذه المبادرة نول التعرف كذلك كم بلغ عدد المشاركين وكيف كان تفاعلهم أيضا مع هذه المبادرة يعني لاحظنا من خلال اللقاء جدا كان فيه تفاعل جميل مع هذه المبادرة لحظة بلحظة بصراحة عند إطلاق البرنامج كنا نستهدف فئة معينة اللي هي فئة الهواء وفئة يعني فئة الناس التي لها اهتمام وشغل في الإعلام الأسري لكن يعتنا كثير من الطلبات في بعضهم ناس محترفة عندها خبرات في بعض الجوانب فقلنا ليش لا أننا نستفيد أيضا من هذه النوعية من المشاركات أنه هو تبادل خبرات في النهاية بصراحة يعني بالنسبة لمثل ما تشفتوا التفاعل أعتقد أن تفاعلهم مع الورشة وكان أهم خطوة أو إنجاز بالنسبة لمركز الإعلام الأسري في مثل هذه الورشات أن يكون هناك ثلاث مراحل المرحلة الأولى أن يكون جانب نظري وإثراء نظري للمادة أن يكون هناك جانب آخر يدعمه وهو التدريب العملي أما الجانب الأخير وهو الجانب الأهم بالنسبة أننا نحن بالنسبة للمتدربين اليوم أن يمارس مهمة من مهام أحد الموظفين في مركز الإعلام الأسري يعني كان اليوم هو جزء من عملية الإخراج وعملية الإنتاج الخاصة بمركز الإعلام الأسري إن شاء الله تكون أعمالهم قريبا تشوفوا الضوء إن شاء الله إن شاء الله السيد عاشة من الكوادر التي أشرفت مع هذه المنتسبين اللي كانوا موجودين لابد أن هناك تنسيق مسبق تقريبا مع كل من ساعدكم وبادر معكم في هذه المبادرة أيضا أنا بصراحة كل فخر أن الكوادر التي قدمت هذه الورش هي كوادر من المكتب الثقافي الإعلامي كوادر مختصة كل واحد تقدم بصراحة على حسب خبرته وعلى حسب تخصصها أنا حابة أذكر أسمائهم وأشكرهم على الهوى صراحة لأن جهودهم تذكر طبعا من ناحية الإعداد ومن ناحية التقديم ومن ناحية الإنجاز اليوم نعتبر هذا إنجاز على مستوى المكتب الثقافي الإعلامي الأستاذة حريم الملة دارين محمود الدكتور سعيد العمودي صالحة يوسف أيضا محمد هجرس إن شاء الله ما كنت نسيت حد منهم أشكرهم كل الشكر طبعا كانت هناك مشاركة خارجية من خارج المكتب مع الأستاذة مريم الكعس نوجه لهم كل التحية على كل الجهود التي قدمتوها وإن شاء الله تلقون ثمار جميلا بعد هذه المبادرة يمكن ذكاتك كذلك أستاذة خلال هذه المبادرة كان هناك فيه معارف فيه مهارات تكتسبت من خلال هذا البرنامج وقلت كلمة جميلة عجبتني نحن في هذه المبادرة هناك تبادل في الخبرات ناول التعرف وتصليط الضوء أكثر على هذه المهارات والمعارف التي وصلت من خلال هذه المبادرة كل ورشة من الورش كانت تتحدث عن أمر معين فكل ورشة كان لها مهارات واتجاه معين حبينا أن نأكد عليه ونركز عليه في هذه الورش في نهاية اليوم التدريبي حبينا أن نكون من خلال سقل هذه المهارات والقدرات أن نخرج موظف إعلامي قادر على التعامل المهني بطريقة احترافية في كل مؤسسة من مؤسسات الإعلامية التي يمثلها نطمح في المستقبل أن تكون هذه المؤسسات هي مؤسسات أو هذا الموظف أن يكون في المستقبل هو جزء من مركز الإعلام المؤسري نحن نطمح دائما أن تكون مؤسسات إمارة الشارقة أن تكون جزء دائما من إنتاجنا خاصة أن كل مؤسسة خاصة خلنا نقول مؤسسات المجلس على شؤون الأسرة المؤسسات الأخرى كلها تصب في مصلحة الأسرة في خدمة الأسرة والإعلام الأسري جدا مهم جدا مهم نحن في مثل ما قلت خضم تكنولوجيا تسارع كبير أيضا وتسارع لما كنا قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا في تركيز أسرنا على غرس القيم على تمكينها على تنميتها ورعايتها من خلال برامج مختلفة من خلال توجيه هذه النوعية من البرامج أعتقد أنه بيكون دورنا ضعيف أو بيكون منا دور من الأساس لو ما قدمنا لهم هذه النوعية من البرامج جميل كواكم الله استاذ عائشة جديد إن شاء الله المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى شؤون الأسرة بعد هذه المبادرة المتميزة أيضا نحن مثل ما عارفين أنه إن شاء الله راح يكون يوم المرأة الإماراتية إن شاء الله وأوجه لجمهور المكتب الثقافي الإعلامي إن شاء الله راح تكون عندنا أمسية شعرية ممزوجة ما بين الشعر والموسيقى والفن التشكيلي إن شاء الله راح تحييها شعيرات إماراتيات منتسبات للمكتب الثقافي الإعلامي وأيضا فنانات إماراتيات تشكيليات وفنانة إماراتية على القانون إن شاء الله إن شاء الله قواكم الأستاذ عائشة بكل ما تقدمونه لصالح الأسرة وكذلك يعني كل ما يتوافق معه ويتماشى مع الأسرة الإماراتية من إيصال كل الخدمات توصل لها تقريبا وكل الرسائل الدائمة البناءة في بناء هذه الأسرة وتمسكها أيضا استمتعت بهذا اللقاء كل التوفيق لكم إن شاء الله إذن نشكر أستاذ عائشة عثمانة بلوشي المتحدث عن المكتب الثقافي والإعلامي باجست العال وشؤون الأسرة في إمارة الشارقة حياة شاء الله معنا ونورتينا مرة أخرى في برنامج أماسي بالعكس نحن نشكركم على تصليل دائما نضعوا على فعالياتنا وما يقوم به المجلس الأعلى الشؤون الأسرة ومؤسساته والمكتب الثقافي العلامي من برامج ودورات وورش واجبنا الغالية تسلم الله حفظكم يا رب بعضيك العافية